يعني دكتور لسنا مكملين مع حضرتك طبعا لك يسمح لنا نروح لزميلنا حمادة العربي اللي موجود معنا من العريش عشان نتابع معايا آخر التورات الخاصة بدخول المساعدات الإغاثية والطبية لقطاع غزة عبر معابر رفع حمادة صباح الخير عليك صباح الخير جمالة وصباح الخير محمد الشازل وصباح الخير على ضيفكم الكريم في الاستوديو صباح الخير أيضا لكل مشاهدين يمكن متواجدون الآن في مدينة العريش في انتظار زيارة مهمة للغاية يقوم بها رئيس البرلمان العربي دكتور عادل العسومي يمكن هذه الزيارة تأتي في إطار تحركات إقليمية ودولية لمحاولات أولا دعم إيصال المساعدات إلى غزة بشكل كبير وأيضا من ضمن هذه الجهود التي تبذل هي الاطلاع على كافة الإجراءات التي تتم حتى يكون هناك رؤية واضحة للتحركات العربية سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي النهاردة بنتكلم عن اليوم السابع للهدنة بعد أن وافقت قوات الاحتلال والفصال الفلسطينية على هذا التمديد الذي جاء في الساعة صفر يعني الهدنة تنتهي في السابع صباحا قبل هذا الوقت بقليل تم الاتفاق على تسيير الهدنة لمدة 24 ساعة تنتهي صباح الغد في السابع صباحا المساعدات ما زالت مستمرة من السادسة صباحا وحتى هذه اللحظات يتدفق المئات من الشاحنات على معبر رفح يمكن رصدنا خلال الأيام الماضية وجود مئات الشاحنات أمام المعبر بصورة كثيفة شاحنات تحمل المواد الغذائية شاحنات تحمل المواد الطبية والأدوية إضافة أيضا إلى شاحنات المخصصة للوقود يعني طبقا لبنود الهدنة هناك سبع شاحنات يوميا لابد من دخولهم محملين بالوقود ثلاثة منها محملة بالسولار وأربعة منها محملة بغاز الطهي لكن يعني ما يريدون من أنباء من الجانب الفلسطيني يؤكد حتى الآن أن قوات الاحتلال ترفض بشكل نهائي إمداد المستشفيات بالغاز والوضع الطبي داخل قطاع غزة ووضع كارثي للغاية نداءات بوجود مستشفيات ميدانية نداءات بإدخال المزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية يضاف أيضا إليها عدد كبير من الاحتياجات الخاصة بشمال غزة أكثر من الجنوب وأننا نتحدث عن ما يقرب من سبعمائة ألف مواطن من أبناء غزة متواجدين في الشمال اليوم مع هذه الزيارة يتواكب أيضا وصول عدد من الطائرات إلى مطار العريش وخلينا نتكلم أن فيه خلية نحل على مدار الساعة للهلال الأحمر المصري للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي كل هذه الأمور تتم على وجه السرعة وقت إنزال الطائرات يتم تفريغ هذه الطائرات والتحميل لحمول هذه الطائرات إلى المخزن التابع للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش أيضا التحالف الوطني يقوم بتنظيم عدد من القوافل الألغاثية وكان هناك قافلة منذ عدة أيام سواء التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي أو التي جاءت عبر صندوق تحيا مصر وشهدها رئيس مجلس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي وأيضا قافلة أخرى جاءت أول أمس من جامعة الدول العربية بها عدد كبير أيضا من الشحنات والمواد الإغاثية كل هذا الجهد المتواصل يؤكد الدعم المصري والدعم العربي من خلال إدخال المساعدات يضاف لكل ذلك الجهد المصري المتواصل للوصول إلى هدنة مستدامة وساطة مصرية قطرية والولايات المتحدة بالطبع للضغط على واحد احتلال لإدخال المساعدات وللتعامل وفق الأوضاع على الأرض سواء بتحركات حركة حماس والفصائل الفلسطينية وتسليم المحتجزين أو بما بعد حرب غزة ما بعد انتهاء الهدنة كيف سوف تسير الأمور هي أسئلة مهمة للغاية لابد أن يكون هناك إجابات واضحة عليها وخاصة أننا نتحدث عن مراحل للمحتجزين مرحلة الأولى كانت بالسيدات والأطفال والمدنيين بشكل أساسي يليها مراحل أخرى يدخل فيها العسكريين والنظام والاحتياط يعني الأمور حتى الآن محتاجة جاد كبير سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى الشعبي أيضا على مستوى العالم وعودة إليكم جمانة وشازلي وضيفكم الكريم في الاستوديو زميل عزيز حمد العربي مشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من العريش